مش هسألك سؤال لو سألتك الأسئلة دي مش هتزعل خالص أي سؤال ييجي على بال حضرتك يسأليه يعني أنا ما بعملش حاجة غلط فأنا متأكد أن أي حاجة هنوضح الصورة سأل لا هو أنا من وجه النظري لما الأسئلة دي قررتها نزعلت منك قوي وقلت إزاي الشاطر ده اللي عمل صمعة عظيمة دي واللي عملاء كلهم هم بقوا دعيته إزاي بتعمل كده مع العمالة اللي معاك حل يلا نشوف يلا نشوف يا فيدي أول سؤال بقى ومليش دعوة بسم الله قولي وانت هتزعل يابني خالص جربي طب خلينا نشوف طي اللي عرفته أن أنت أي عمل بيشتغل معاك لو عمل الشغل غلط أولا أنت بتكسر الشغل كله و بتحمله هو تكلفة حل فين المشكلة؟ المشكلة أن أنت بتكسر الشغل كله يابني طيب ما هو غلط يعني أنا دلوقتي بالنسبالي في حاجة تعملت غلط خلينا نجيب مثال بعيد عن الشغل بتاعي خالص خلينا نقول أن حضراتك جاية تشتري من عندي أنا فاتح محل بها بيها الأمصان الحلوة دي تمام جاية تشتري من عندي الأميز ده وسعره أكس ألف جنيه مثلا مثلا وانت تمام إتسوكي هتشتريه بس الأميز ده ناقصه أربع زراير هتغديه؟ لا عشان خاطري لا مش أخده طبعا عشان خاطري لا أنا أسف بدي حاجة فيها ناقصة لأنها تفعل في جنيه حلو يعني أنت كعميل أو كحد بيشتري الحاجة دي حق وياخد المية في المية أو على الأقل ياخد على قد اللي دفعه صح؟ حلو جدا طيب الراجل اللي صنع أو نفذ الحاجة دي سواء كنت أنا أو سواء كان مهندس من عندي من الشركة أو بسنى يا لهوي أهو يا بي أنت بتباشر يا حبيبي بفلوس دي يا بي أنا عايز أقولك أن اللي بيتكسر ده يعني اللي كان مواقف معايا في الفيديو ده كان مهندس أنس ده أخويا الصغير والخاص منزل عليه هو على أخوك؟ على أخويا تجبار على أخويا وعلي على فكرة فيه فيديو ستانية أنا مش عارف هتجيبوها أو هتعرضوها ده بس فيه حاجات أنا طلعت قلت ده غلط مني أنا وأنا بتحمله والعميل على فكرة أوقات بيتخصم عليه لما بيطلب حاجة وبيغير رأيه بنغيرها طب هو بيتحمل ده حلو فجا شفت وقلت إيه ده ده طلح وحش قوي إيش دعو غيره جميل وقلت لي غيرهولي خليه بريز أبني لي لاتي أي حاجة هاجي أقول للصناعي اشتغل تاني بنفس الفلوس الاتفاق الأولاني أكيد لا حقه هنا ده بقى هحسبني عليه ربنا لما نقفنا وهو لا ده حقه فأنا هنا هاخد منك وأديله حقه ده الموضوع بكل بساطة على فكرة هالشغل اللي بيتكسر ممكن يتصلح ولكن مش هيوصل لنفس النتيجة اللي كانت طب استناني يلا دلوقتي أنا هو صاحبة الفلا ولا صاحبة الشقة ولا صاحبة المكتب اللي أنا بنافزه حلو ما حضرتك دلوقتي أنا دفعت حق الحيطة اللي أنت بتكسرها حلو جدا وحضرتك كسرتها طبعا أنا حدفع بقى تاني ولا إيه لا طبعا ما أنا قلتلك اللي بيغلط بيتحمد سواء كان مقاول أو كان مهندس أو كان مشرف أو كنت أنا شخصيا بنتحمل ده يعني أنا كعميل ما ليه بتتحملي لو أنت غيرت كلامك لا لا ماشي تمام أنا لو غيرت كلامك طبعا لكن أنا ما غيرتش كلامي مش هتفع مالين زيادة المتفقين على دي بعشرة هتتفعل عشرة غيرناها مئة مرة كسرناها ألف مرة حركة تتفعل عشرة مين بيتحمل ده أنا آسف سوري يعني مش بتاعت حضرتك أو لا ما أنا ما يهمني أنت يهمك إيه كاكلاين يهمني عشرة تكلفة واشوفي النتيجة بتاعتي الحلوة أنا عايزة بس وده اللي بيحصل